السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي انا عفاف من قناة عفافكي ان شاء الله بحول الله اليوم سوف نوجد معكم شربات الخضر بالسماك اللي لها بزاف ديال فوائد وصحية والاهم انها بنينا ونبدأوا على بركة الله بالخضر اللي استعملت وطريقة التحضير سوف نحتاج بطاطات سوف نحتاج تقريبا هنا ربعة ديال كورجيتات جوج خيزويات جوج فلفلات ونستعمل بصلة وحدة صغيرة وبسباسة وحدة جلبنا قبل ان يبدأها من الكنجيلاتور يعني متلجة من الفريغو ونستعمل من كنشري الحوت الطاجين الكبير ونقطع الراس ونجعله مع شوية الهبيرة باش نستعملها في شربة طنجرة من بعد ان قطعت الخضر كاملين قطع صغيرة قطعتهم كاملين قطعتهم كاملين سوف نزيد ربعة ديال المعالقة للرز من بعد ان قطعته وغسلته ونستعمل بطبيعة الحال الملح والابزع قطعته فالطنجرة قطعته جميعا ونضيف علي السمك ونضيف علي الملح الملح يكون على حسب الضوق يجب أن يكون على حسب الضوء سوف نسد على التنجرة بمية الحوت يجب أن نضيف الخضر وضيف الخضر يجب أن نضيف الخضر وضيف الخضر يجب أن نضيف الخضر وضيف الخضر نضيف الخضر وضيف الخضر ونضيف الخضر وضيف الخضر نضيف الماء يكون غلي ونضيف الجلبان ونضيف فلفلة نضيف الخضر ونضيف الخضر يجب أن نضيف الخضر وزيد القرعة نضيف الملح الزعتر و الملح الزعتر نضيف الملح الزيت الزيتون نضيف الملح الزيتون نضيف الملح الزيتون هذه الشربة هي رائحة خطيرة و نقدمها بصحة و الراحة فعلا تستحق التجربة لا تنسوا انكم تابونه و ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد و خليتكم على خير نتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة